بنت مازال موصلة لسين الرشد تعرفت على الشي ولد ولعب لها برصها مزيان وحولها خاتم في الديه يدير بها ما بغى بيليها الحب والغرام ودفعها بشترتكب حماقة البنت طاحت في الشبكة دياله وسرقت فلوس صحيحة لباها والجارها بشترضيه ودير ليه الخاطر البنت في عمرها 17 عام واباها تاجر في مواد تنضيب الجملة يعني لبس عليه هي الكبيرة دخوتها ومفشة مكتبش تكمل قريتها سالة 18 كام بها اللي خرجها من التنوية بعد ما اكتشف باللي عندها علاقة مع الشي ولدية الجيران كبير عليها بتل سنين تقريبا البنت تعرفت على الولد هذي جي ستل سنين تعرفوا في الفيسبوك والعلاقة ديهم توتدات وبدوك يتبادلوا عبارة الحب والهيام والغرام عرفت مزيان كيفاش يسيطر على المشاعر ديالها باش يسهل السيطرة عليها ويدير فيها ما بغى ويحلو له وخي سبب لها في المشاكل واحد النهار طلب منها ألف مية درهم عفوا بداعي أنه محتاج لها وهي ما ترداتش أعطتها ليه بعد ما تبرتها والسيد بله فيها همزة أو تجاجة بكمونها كما كان قولون ومن اللي عرف باللي راها كتموته ليه يعني كتحبه بداك يستغل لها أبشع استغلال وكي طلب منها الفلوس وأشياء واحدة أخرى كان كيبتزها ويهددها بقطع العلاقة دياله إلى ما عطتهش الفلوس مسكينة ما كانش عندها من حيلة غير تردخل الطلبات دياله وهو غير ما كيزيد يطمع ومرة كيطلب لها الفلوس وفي واحدة المرة طلب منها ألف درهم المبلغ اللي سرقاته لبها خلته حتى نعس وسرقاته وهنا بدات المشاكل وبدأ مسلسل السرقات المتجالية الأب عرب اللي بنتو عندها علاقة مع ديك الولد وشكا به لبه وبين الولد سيفطل مدينة مراكش باش يقرأ بعيد عليها لعله وعسى يبعد عليها ويعطيها التساع لكن الولد غير ما زاد في عميته بلا مهراعي المشاكل اللي يمكن يسبب فيها البنت اللي كانت كتحبه وهو كيستغل لها في مرة واحدة أخرى طلب منها ألف درهم والبنت اضطررت باش تبيعت تليفونها باعتوه بثمانمية درهم 16 فريال وسلفات أربعة لفريال واحدة أخرى مصحبتها وعطتها ليه باسترده وطلبة ديال العاشق غير ما زادت خاصة من اللي رجع من المدينة أسفي باش يستقر من جديد واخا أب البنت حاول بكل الطرق باش يبعدها عليه ويخبي الفلوس باش ما تسرقه مش الأب شرشي خزنة حديدية وخبي فيها الفلوس والبنت سدت عليها أبواب سارقة ما بقعت كتلقها ما تسرقه وخبرت العاشق ديالها بهذا الشي والعاشق طبعا طمعه وفكر في طريقة واحدة أخرى جديدة بس تجيب ليه الفلوس كان كيهموا منها غير الفلوس أما الحب فغير الطعم وحيلة العاشق طلب من العاشق دياله تصور ليه الخزنة وتصفت صور ديالها ليه وبدأك يفكر في طريقة باش تحلها وتستودع الفلوس وفي واحد المرة صيفت ليها رابط شي فيديو منشور في يوتيوب كي يبين كيفهاش تفتح الخزنة ديال الحديد ومن التبعات الخطوات استطعت بس تفتح الخزنة ديال بباها تمينا الفريال هو المبلغ اللي لقاته في الخزنة وسرقاته وصفتاته للعاشق والعاشق ما بغاش يشبع لقى فيها قيشي كتير منه الفلوس اللي بغى ووقت ما بغى وكل ما حط الأبش مبلغ في الخزنة كتسرق جزء منه وتصفته للعاشق البنت دارت تستدل عملية ديال السرقة طالت مبارغ مالية مختلفة الأب اكتشف من جديد باللي بنتو كتسرقه اكتشف ذلك من اللي دارش يجوج المليون في الخزنة ولقى غير 3500 درهم او عفوان لقى 3500 درهم مشي منها يعني تسرقات وخواجها بنتو بالحقيقة نكرات بلا ما ينخف عليها العاشق ويرعي الظروف ديال هاو الشي اللي ممكن يتسبف فيه خاصة انها قاسر يعني الطفلة مازالة صغيرة نعاشق قال ليها في هاد المرة بس تسرق الكارت قيشي ديال ببها باش نتري الفلوس اللي بغات لكن البنت ما بغاتش هاد المرة قالت ليه باللي ما عرفاش الكود ومثما بقى لها غير الخزنة تسرقها قبل ما نكشف الامر بعدها تنفيدها عملية واحد اخرى لكن هاد المرة في دار الجيرال كانت فرحانة من اللي لقات خزنة في دار جارها في ديك النهار اللي خرج الشجار مع ببها خرجوا باش يمرسوا الرياضة ويمشوا الواحد الكليب تماك عيتت العاشق ديالها وقاتلوا هاد الشي والعاشق تحور يوغو خاصة من اللي فتحات الخزنة ولقات فيها 11 مليون العاشق حرّض البنت بتسرق المبلغ كامل ولاحت ليه الفلوس من السرجم بعد مدعتهم في واحد الخنشة العاشق كان تحت الدار كينتادر والبنت ارمات الخنشة وهو هزه واختف على الأنظار قاتل البنت بوحدها كتواجه المصير ديالها والشكوك اللي حامت حولها بعد ما اكتشف الرجال باللي 11 مليون تسرقات هذا المبلغ كان مسكين باغي يرهن به شدار ويستقر فيها ساعة البنت سرقاته وعطاتها العاشق اللي نغص حياتها ونغص حتى الحياة ديال العائلة ديالها وديال جيرانها الشجار من اللي مرقاش فلوس تقدم شيكاية للبوليس اللي فتح تحقيق بلا ما يوصل لشي نتيجة وما غادي تباني الحقيقة حتى تباني نعمة للعاشق العاشق مشال مدينة المحمدية والسيد شراء ايفون واعر وشي موتور بتسعود المليون ريال هذ الموتور خلا عند اللي باعوا ليه باش ميثير الشوكوك ديال الناس اللي كيعارفوه لكن مبين البنت مهدئش ليه خاطر كان كيشك ببنته والعاشق ديالها وخح الفتليه وخح الفتليه مصدقهاش حتى الاب مشاند البوليس وحكى ليهم على السريقات اللي تعرض لها من قبل قال لهم باللي بنته كانت كتسرقوا بإعازم العاشق ديالها وهنا أعطى للبوليس خيطة رافيع باش يوصل للليس الحقيقي البوليس واجهوا البنت بهذه الحقيقة وما لقيت من غير الاعتراف اي حيلة باستبعد على نفسها الشوبه اعترفت بكل شي وحكيت ليهم كل شي من اللي حكينا لكم في هذا الفيديو وطبعا البوليس جابوا العاشق واعترف حتى هو ما شغل بالسرقة حتى بممارسة الجنس على البنت بزاف دلمرات كان كي يديها لدار مو أو دار خالت ويدير فيها مما بغى وماشي هذا هو الموضوع ديال هاد الفيديو الموضوع ديال هاد الفيديو هو ديال الصريقة اللي اعترف بها المتهم وبطريقة البتزاز دياله للمنت القاصر اللي احتهية تشدت وتوضعت تحت المراقبة القضائية في الوقت اللي تم الإيداع العاشق في السيجن فهذه القصة الخوط عبرة ودروس حضيهم مع ابناتكم حضيهم مع ابناتكم وكن نكررها ونعودها حضيهم معهم لا يصبحوا سلاح فيد الغير يديروا فيهم مما بغوا والله لا يوريكم في ولادكم شي مكروه أو يطيحهم فيد مسخة تلطق سمعتهم وتخرج عليهم وعليكم وتحول حياتهم وحياتكم للجحيم لا يورطق والله يستروا صافي هكذا تسالة القصة وشكرا على التسبوع ديال الفيديو حتى للاخر مرحبا باللي كيك تشف القناة ديال ماروكن كريم تيفي جريم المغربية اللي كيك تشفها لأول مرة وليهم كنقول ديري ديكم معنا بشي ابوني وضغطوا على زي الجرس بشي يوصلكم الجديد وشكرا للمتتبعي الأوفياء لقناتنا وإلى اللقاء وفرصة لاحقة دمتم كذلك وأنا لكم شاكر على كل تمن الذي تولونه بالفيديوهات التي ننشرها في هذه القناة وعبرها حالا